السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن سبب نزول إفرازات مثل الماء إليكم أسباب نزول ماء من المهبل 1- التبويض خلال مرحلة التبويض تزداد كمية الإفرازات المهبلية هذه الإفرازات تكون مائية ومائلة إلى اللون الأبيض الفاتح كما أنها قد تكون مائية بصورة أقل بالمقارنة مع الإفرازات الأخرى التي تحدث خلال الدورة الشهرية 2- الحمل خلال مرحلة الحمل تزداد إفرازات الحمل المهبلية وفي العادة ما تكون تلك المائية طبيعية وتغييرها قد يشير إلى إمكانية الإصابة بعد العدوى كما أنه من الضروري استشارة الطبيب في حال كنت حامل ولحظت تغير في الإفرازات المهبلية وترتب عليها ظهور بعد هذه الأعراض ألم وحكة في المهبل أو إفرازات مهبلية خضراء أو صفراء اللون أو إفرازات مهبلية ذات رائحة غريبة أو إفرازات بيضاء يتخلى لها قطع غريبة 3- مرحلة اليأس خلال مرحلة اليأس وما بعدها قد تلاحظين بعض الإفرازات المهبلية أيضا وفي العادة ما تكون هذه الإفرازات مائية إن نزول ماء من المهبل تعد حالة طبيعية تشير إلى أن المهبل صحي وسليم فمعظم النساء قد تعاني من إفرازات مهبلية يصل حجمها اليوم إلى ما يقارب نصف ملعقة صغيرة قد تلاحظين أن كمية الإفرازات تزداد عند ارتفاع مستويات الإستروجين في الجسم وذلك نتيجة للتبويض والحمل أو التناول حبوب منع الحمل والجديد بالذكر أن الإفرازات المهبلية الطبيعية هي مائية تشبه بيض البيض الني كما أنه من الضروري معرفة أن الإفرازات المهبلية تساعد في تنظيف المهبل فالبكتيريا الحميدة الموجودة هناك تساهم في إفراز إفرازات حمضية تعمل على محاربة البكتيريا الممرضة من أجل حماية المهبل وأخيرا مراجعة الطبيب إذن متى عليك طلب المساعدة الطبية؟ تذكري أن الإفرازات المهبلية المائية تعد أمر طبيعي وصحي ولكن هذه الأمور قد تتطلب استشارة الطبيب ومراجعته في بعض الحالات من أهمها الآتي إفرازات مهبلية باللون الأصفر أو الرمادي أو الأغدر وجود قطع بيضاء اللون في الإفرازات المهبلية أو وجود رائحة كريهة تترافق مع هذه الإفرازات المهبلية في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر